موسيقى تجوالنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار التكنولوجية والبداية من صحيفة الوئام السعودية التي نطالع منها موتورولا تعلن عن هاتفها الرائد موتو زتو فورس أطلقت شركة موتورولا هاتفها الذكي الرائد الجديد موتو زتو فورس والذي سيكون متاحا في أسواق الولايات المتحدة خلال الشهر المقبل ويحاول الهاتف الجديد دخول سوق هواتف أندرويد المستحم واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة اليوم السابع عن مصرية أبل تبدأ الإنتاج التجريبي لهاتف آيفون 8 استعدادا للكشف عنه جاء في تفاصيل الخبر بدأت أبل بالفعل تصنيع النسخ الاختبارية لهواتفها الثلاثة المقبلة المتوقع الكشف عنها خلال شهر أيلول سبتمبر المقبل ووفقا لتسريبات فإن جهاز استشعار بصمات الأصابع سيكون جزءا لا يتجزأ من الشاشة صحيفة الغد الأردنية مشاهدين عنوانت بين صفحاتها لهذا اليوم مايكروسوفت تؤكد برنامج الرسام ليموت أكدت شركة مايكروسوفت أن برنامج الرسام الذي توفره منذ أكثر من 32 سنة على نظام تشغيل ويندوز ليموت وكانت موجة من الاستياء اجتاحت الإنترنت خلال الأيام القليلة الماضية عقب خبر إعلان وفاته قريبا ومن صحيفة القبس الكويتية نقرأ مشاهدين برنامج مجاني مضاد لفيروسات الكمبيوتر قالت شركة كاسبرسكي إنها ستوزع نسخة مجانية من برنامجها المضاد لفيروسات الكمبيوتر في أنحاء العالم وسط شكوك في الولايات المتحدة في أن الشركة المتخصصة في أمن الإنترنت تخضع لنفوذ الحكومة الروسية ختاما مشاهدين من صحيفة النهار اللبنانية الرقائق الإلكترونية باتت متوفرة في معاصم اليد تستعد شركة ثري سكوير ماركت لزرع رقائق صغيرة في أيدي ومعاصم ما يقرب من خمسين من موظفيها من أجل فتح الأبواب وشراء الوجبات الخفيفة من الأكشاك بشكل آمن من دون استعمال بطاقة الإتمان أو الأموال أو الهاتف الذكي وتسجيل الدخول إلى أجهزة الكمبيوتر